تتكاثر كالفطر مشكلة مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية ألاف العشوائيات المنتشرة في معظم مدن العراق باتت تشوه جمالية التخطيط العمراني للمدن في البلاد يسكنها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي تنتشر العشوائيات في جميع محافظات البلاد ويبلغ عددها نحو أربعة ألاف مجمع عشوائي موزع على خمسمائة واثنين وعشرين ألف وحدة سكنية نالت العاصمة بغداد الحصة الأكبر منها بواقع ألف مجمع عشوائي تليها محافظة البصرة أغنى مدن العالم بالنفط بسبعمائة مجمع وبالعدد ذاته تأتي محافظة نينوة أعداد العشوائيات في المحافظات متبائنة بين ثلاثمائة إلى خمسمائة مجمع عشوائي وصولا إلى الأقل وهما محافظة النجف بتسع وتسعين مجمع وكربلاء بثمانية وتسعين مجمع هل ستحل المجمعات السكنية ظاهرة العشوائيات؟ سؤال يجيب عنه الخبراء بالنفي لأن تلك المجمعات غير مصممة لذوي الدخول المحدود الذي أرجعهم الفقر إلى العشوائيات إنما لذوي الدخول المتوسطة والعالية وهي تحتاج إلى قروض من المصارف التجارية وتنطوي على شروط صعبة فضلا عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المجمعات التي تصل إلى 200 مليون دينار حل مشكلة العشوائيات كما تشير وزارة التخطيط يكمن بخطة شاملة تشترك بتنفيذها جهات متعددة أبرزها البرلمان الذي يشرع قانون للإجراءات التنفيذية ومن ثم تنفذ الخطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية العشوائيات تلك الظاهرة التي شوهت وجوه المدن تقف خلفها أسباب كثيرة أبرزها سوء الإدارة والتخطيط والفساد وضعف الرقابة الرسمية على البناء وليس انتهاءا بالانفجار السكاني الذي يرافقه فقر يعيشه الملائين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة